وصف القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كان يغتيال رئيس حركة حماس السابق اسماعيل هنية خلال تواجده في طهران وصفه بالخطأ الاستراتيجي حسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس وتوعد باقري بأن يكون رد طهران مكلفا لإسرائيل ولكن في صالح أمن المنطقة حسب تعبيره متهما إسرائيل بالسعي لتصدير التوتر والحرب في المنطقة وحول إمكانية دخول إيران الحرب اعتبر القائم بأعمال الخارجية الإيرانية أن إسرائيل ليست في موقع يمكنها من شن حرب ضد إيران حسب تعبيره قالت تيدعوت أحرانوت أن السيناريو الأسوأ لإسرائيل هو شن هجوم مزدوج من قبل إيران وحزب الله اللبناني في آن واحد بينما ينعقد اليوم المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسية والأمنية في ظل ترقب رد عسكري إيراني وأضحت الصحيفة الإسرائيلية أن تقديرات الأجهزة الأمنية تشير إلى تضاؤل فرص الهجوم المزدوج وأن رد إيران قد يتمثل في هجوم بمئات الصواريخ والمسيرات في حين أن حزب الله قد يوجه ضربات رمزية ضد أهداف تقع إلى الجنوب من حيفا كذلك قالت صحيفة إسرائيل اليوم قالت أن المستوى السياسي يوصي المستوى الأمني والعسكري بمحاولة عدم تصعيد الأمور نحو حرب شاملة بالوقت الراهن في اشتعال الجبهة الشمالية مع حزب الله والحرب المستمرة على قطاع غزة لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أكد في وقت سابق مواصلة القتال حتى تحقيق ما سماه الانتصار مطالباً المجتمع الإسرائيلي بالتحل بالصبر وقال إنهم مستعدون للدفاع والهجوم على حد سواء وأبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أن رد جيشها على ميليشيا حزب الله اللبناني سيكون غير متناسب إذا ألحق الحزب أذن بمدنيين في إطار رده على اغتيال القياد العسكري فؤاد شكر وبحسب ما نقل موقع أكسس عن مسؤولين إسرائيليين فإن التحذير الإسرائيلي يأتي تزامناً مع تقديرات بأن رد حزب الله سيطال مقر الجيش الإسرائيلي وسط تل أبيب أو مقر الموساد وقواعد استخباراته رئيسية أخرى في شمال تل أبيب وتقع هذه القواعد كلها بالقرب من الأحياء المدنية وإذا أخطأ الاستهداف فمن المرجح أن يلحق ضرراً كبيراً بالمدنيين بحسب أكسيوس تنتهي اليوم التدريبات المشتركة للجيش الإيراني والحرس الثوري في المناطق الغربية والوسطى والتي انطلقت أمس وأوضح مصدر أمني أن المناورات شملت اختبار صواريخ جوجو بعيدة المدى خلال المناورات قبل ذلك أثرت وكالة أنباء أرنال إيرانية بتحديث طهران لأنظمة الدفاع الجوي على الحدود الشرقية للبلاد ذلك برادارات جديدة وصواريخ اعتراضية خلال حفل حضره القائد العام للقوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني وسط تصعيد التوترات مع إسرائيل اشتركوا في القناة من فاريس ينضم إلينا كمال طربي الصحفي والمحلل السياسي أهلا ومرحبا بك معنا سيد كمال إيران كانت تقول بأن الأولوية لها هي وقف إطلاق النار على الرغم من الحديث عن موضوع معاقبة إسرائيل والرد على المتعدي أو المعتدي وفقا لوصفها هل فعليا اليوم بالإمكان الوصول إلى هكذا قرار يوقف إطلاق النار في غزة؟ أعتقد أن ما تقوله إيران هو نوع من كسب الوقت ونوع من المناورة ونوع من إحراج حكومة نتنياهو ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته باعتبار أن القضية المركزية والرئيسية التي انطلقت منها كل هذه الأحداث وتطورت هو الاعتداءات على قطاع غزة والمستمرة ورفض نتنياهو القبول بوقف إطلاق النار هناك في طهران ما يسمى بالصبر الستراتيجي وهذا المبدأ يعتمده القادة الإيرانيون في تعاملهم مع إسرائيل وأيضا في مواجهة المجتمع الدولي لا أعتقد لغاية الساعة أن إيران سوف تدخل بمواجهة شاملة مع إسرائيل لألف سبب وسبب أولها أنها لم تضحي بكل المكتسبات الاقتصادية والسياسية التي حققتها على ابتداد السنوات العشر الأخيرة من خلال مغامرة أو من خلال مواجهة مع إسرائيل قد تنجر إليها القوة الأمريكية أي الولايات المتحدة الواضح الآن أن عملية الرد ستحصل ولكن قد تبدأ وقد يكون عمادها هو حزب الله والحسين والحشد الشعبي أي الأذرع الإيرانية الموجودة في المنطقة إيران قد تساند هذه الهجابات بصليا من الصواريخ والمسيرات ولكنها لن تتعدى ذلك الواضح أن إيران من خلال ما يسمى بوحدة الصحات وبمحور المقاومة أي أن هناك عدة أجزاء في المقاومة ولكنها تنتمي إلى جسم واحد إن رد حزب الله وأيضا الحسين فسيكون بشكل من الأشكال هو رد إيراني لأن كل هذه الأطراف مرتبطة بإيران وتأتمر بأوامر إيران طيب سيد كمال إذا فعلا ذهبنا لهذه الفرضية بأن الرد الإيراني كلما تأخر لا أعتقد أنها ستغامر إيران ستغامر إيران نعم طيب إذا كانت سترد عبر أذرعها ولن تخوض مواجهة بشكل مباشر لا أدري إذا كان يسمعني يا سيد قرابي أكيد لا فهل سيكون الرد الذي ينفذ عبر أذرع إيران كفيل بإعادة هيبة إيران التي تحدثت عنها بأن هذا الاغتيال ماس كرامتها وماس سيادتها وأيضا قالت في إحدى التصريحات بأنه أيضا هو شرف شرف إيران يعني تم تجاوز كثير من الأمور بالنسبة لإيران ويجب الرد هل تستعيد كرامتها إيران إذا ما ردت عبر أذرعها يا سيدتي حظب الله يعتبر وعلى لسان السيد حصد أطر الله أنهم جنود في ولاية الفقيت يعني أنهم مرتبطون عضويا وأيديولوجيا وسياسيا وأمنيا بالجمهورية الإسلامية في إيران عندما يتحركون يتحركون ببركة ودعم ومساندة من قبل المرشد الأعلى الخامنئ هذا لا ينفي أن يكون الرد حظب الله يعني هو رد موجع وقد يكون موجعا أكثر من أن تدخل إيران في مواجهة مباشرة لماذا؟ قد تدخل إيران كيف ستدخل؟ ستدخل عبر الصواريخ والمسيرات ولكن عن بعد حوالي 3000 كيلومتر وهناك إمكانية كبيرة لإعتراض هذه الصواريخ وإسقاطها كما حصل في حزيران يونيو الماضي بينما حظب الله يمتلك إمكانيات عسكرية قد لا تكون في مستوى إمكانيات الحرش الثوري والجيش الإيراني ولكنه يمتلك من الوسائل القتالية المدفعية والصواريخ والمسيرات ما يكفي لإلحاق خسائر كبرى في داخل إسرائيل وبالتالي تعرف إيران تماما أن دخولها مباشرة في هذه المواجهة سيعرضها لمواجهة مع الولايات المتحدة وأيضا مع الغرب بشكل عام حتى مع التسهيلات يمكن أن تعطى للأمريكيين والغربيين في البحر الأحبر وفي كامل الإقليم لا تملك مصلحة مباشرة في هذه العملية وهذه الناحية الناحية الثانية ما قامت به إسرائيل في طهران هو عملية استخباراتية ويمكن أن ترد عليه إيران بعملية استخباراتية مماثلة كمحاولة تغتيال قائد عسكري رفيع في الجيش الإسرائيلي مسؤول سياسي كبير في الحكومة الإسرائيلية بمعنى العمل الاستخباراتي يجر عملا استخباراتيا والمواجهة العسكرية المباشرة تجر إلى مواجهة عسكرية مباشرة شكرا جزيلا من باريس كان معنا كمال طربي الصحفي والمحلل السياسي شكرا لك شكرا لك